أمر بين البيع والمشتري يبقى هما الاثنين أصحاب السلطة وطبعا كل سلطة صغيرة تخضع للسلطة الأعلى يعني الأسرة ما تقدرش يكون ليها سلطان أو سيادة إلا في ظل سيادة المجتمع وكذلك كل المواطنين ليهم السيادة بينهم وبين بعضهم في المعاملات علاقة الزواج علاقة التبايع علاقة الإجارة علاقة الشراكة المالية علاقة الجوار سيادة للشعب بس هذه سيادة تحت ظل السيادة الشعبية الكبرى اللي هي الدستور والقانون عايز أقول وأكد أن السلطة ناس كتير فهمة على أن السلطة هي إنفاذ الأمر اللي هو اللوايح والقوانين ده صح بس برضو الفتوى و كون إنسان يبقى عنده حق التوجيه حق التوجيه ده نوع من السلطة هذه السلطة يجب أن تكون خاضعة لرقابة الشعب سلطة الفتوى واحد بيفتي يعني بيقول للآخر بيكلم الآخر بيفتات على الآخر واحد بيوجه مش بيبدي رأي يعني إبداء الرأي ده بيبقى في نطاق المحدودية بنقعد في المدرسة مين يبدي رأيه بنقعد في الاجتماع مين يبدي رأيه بنقعد في أي مجلس بين الأهالي وبعضهم ده له رأي وده له رأي أيوة لكن التوجيه واحد بيتصدى المجتمع وبيوجه المجتمع سلطة يبقى السلطة زي ما بتكون في الأمر النافذ باللوايح والقوانين بتكون كمان في الفتوى وفي توجيه الآخرين ده سلطة عشان كده بنعتبر الإعلام سلطة اللي بيطلع في الإعلام وبيكلم ده بيعمل توجيه يبقى لازم هذا التوجيه يخضع لرقابة الشعب مش لرقابة فئة دون فئة لرقابة الشعب يجب أن يكون هذا التوجيه وكل حديث إعلامي يجب أن يكون خاضعا للدستور اللي هو الشعب وللقانون اللي هو صادر عن الشعب